في هذه الصورة نرى قنديل بحر يصبح بحركته المعتادة لكن قنديل البحر هذا ليس مثل تلك المخلوقات الحية التي تعيش في المياه فهو قنديل بحر اصطناعي العلماء في جامعة هارفورد ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا نجحوا في صنع قنديل بحر يشبه الى حد كبير قناديل البحر الحقيقية باستخدام السيليكون المغطى بخلايا قلبية حية مأخوذة من الفئران وصدمة كهربائية حادة وقصيرة تتحول قطعة السيليكون هذه الى كائن نابض بالحياة اذ تقوم الصدمة الكهربائية بتحفيز الخلايا التي تبدأ بالحركة لنحو ساعة من الزمن يقول الباحثون بان العمل مع مواد بيولوجية كهذه بامكانه ان يفتح الابواب مستقبلا امام زرع والسبدال الاعضاء البشرية ويأملون ان يساعدهم ذلك في انتاج عققيرة طبية لمرضى القلب وحتى صنع اجهزة بيولوجية بديلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة